السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طعب الجميع متابعينا الكرام لكل من التحق بنام أخرا إذن متابعينا الكرام كما تشاهدون أمامكم على الشاشة فيوم أمس تم التوقيع على اتفاقية مهمة جدا ما بين المغرب وقطر هذه الاتفاقية متعلقة بتبادل المعلومات الأمنية المتعلقة أيضا بتأمين مونديال قطر تأمين كأس العالم هذا الحدث العالمي الذي سوف يقام في قطر وكما تعلمون متابعينا الكرام فإن قطر سبق وطلبت من المغرب وأيضا الاستخباراتية من أجل تأمين هذا الحدث العالمي وبالفعل المغرب سوف يقدم العديد من المساعدات فيما يخص المجال الأمني سوف يكون هناك عناصر من الأمن المغربي حاضرين في تأمين هذا المونديال قطر كذلك سوف يقدم تجربته الاستخباراتية لحماية الوفود والضيوف والسياح والفرق لأن مسألة التأمين تأمين المونديال بحجم الوفود التي سوف يحتاج فعلا إلى تجربة أمنية وتجربة استخباراتها كبيرة جدا لذلك رأينا قطر تطلب من المغرب مساعدتها في هذا المجال إذن توقيع هذه الاتفاق متابعينا الكرام هي تبادل المعلومات سوف يتيح للمغرب أو الأجهزة الأمنية المغربية من الوصول إلى المعلومات الأمنية أو الخطط الأمنية التي وضعتها قطر من أجل تأمين هذا الحدث كذلك الوصول إلى هذه المعلومات سوف يعطي للأجهزة الأمنية المغربية القدرة على مثلا نصح أو تقديم نصائح أو تقديم توجيهات أو تقديم خطط لتأمين هذا الحدث وسوف نرى متابعينا الكرام في قادم الأيام المزيد من الاتفاقيات التي سوف توقع من أجل أن يساعد المغرب في تأمين مونديال قطر وكذلك إلى جانب عدد كبير من الدول مثل المتحدة الأمريكية والاتحاد دول من الاتحاد الأوروبي وأيضا دول أخرى التي سوف تساعد في تأمين هذا الحدث إذن المغرب سوف يقدم تجربته الأمنية والاستخبارات في تنظيم هذا الحدث اتفاقية جديدة التي تبادل المعلومات أراها اتفاقية مهمة جدا لأن تبادل المعلومات الأمنية بخصوص المونديال قطر بالتحديد هي خطوة مهمة كما قلت سوف تتيح للأجهزة الأمنية المغربية الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة المعلومات الضرورية لطبيعة الحال المتعلقة بخطة التأمين وأيضا المعلومات المتعلقة بكيفية التأمين وكل الإجراءات التي سوف تقوم بها دولة قطر من أجل تأمين مونديال قطر متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر